مساء الخير سادت أجواء صيفية معتدلة إن كان في العاصم عمان أو باقي المناطق الأردنية في العاصم عمان سجلت العظمى تقريبا 32 درجة مئوية أجواء كانت حارة طبعا في بعض المناطق عموم المناطق الصحراوية مناطق الأغوار البحر الميت وأيضا خليج العقبة حاليا تسود أجواء معتدلة في العاصم عمان تسجل تقريبا 25 درجة مئوية أعلى بقليل والأجواء صافية سرعة الرياح حاليا تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة هذه الليلة طبعا تتراجع درجات الحرارة تستقر حول 21 درجة مئوية سرعة الرياح أيضا تتناقص 9 كيلومتر في الساعة ورياح شمالية غربية تبقى الأجواء صافية غدا ترتفع درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات السنوية تقريبا من درجتين إلى 3 درجات مئوية نتحدث عن 35 درجة مئوية في العاصم عمان تسود أجواء حارة كما في أغلب المناطق الرطوبة خلال ساعة النهار 23 بالمئة سرعة الرياح خلال ساعة النهار تصل إلى 18 كيلومتر في الساعة نصف على درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة وأيضا العظمى ليوم الغد اربد هذه الليلة 23 جرش 24 المفرق 20 أصل 21 درجة مئوية في عجلون 32 أصل 32 جرش 35 والمفرق أيضا أجواء حارة أزرقاء 24 درجة لهذه الليلة شرق العاصمة 23 غدا شرق العاصمة تصل إلى 36 درجة مئوية أزرقاء 37 أجواء حارة منطقة البحر الميت 30 درجة مئوية الكرك 20 هذه الليلة مادبة غدا 34 الكرك 33 والبحر الميت تلامس 40 درجة مئوية مرجل حمام 32 درجة في معان هذه الليلة 22 وادي رام 25 العقبة 29 درجة مئوية أجواء حارة في العقبة تلامس 42 درجة مئوية الطفيلة 31 أجواء أيضا حارة في معان الصفاوي 27 رويشة 25 لهذه الليلة غدا في الأزرق تلامس 40 درجة مئوية كذلك الحال في الجفر 39 درجة مئوية وأجواء حارة في عموم المناطق الصحراوية الشرقية إذن غدا ترتفع درجات الحرارة درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية 35 درجة مئوية تعود لتتناقص يومي الأحد والاثنين تصل في العاصمة عمانيا والاثنين إلى 30 درجة مئوية أشكر لكم طيب المتابعة العودة إلى الزميل الرشيد